الله أكبر وآخر نفس في حياته ضد الشعب وجاب تبول المزور وههم اللي كانوا يظنوا أن القايد الصالح باديسي ونوفمبري كما كانت تقول الخدعة ههم يشوفوا بعينهم الانقلاب على أقل انقلاب على البروكوغاندا اللي كان يحملها اللي كان تقال لأيام القايد الصالح انقلاب كامل ويتم الآن طحن أولئك كبار العسكر وكبار المسؤولين اللي كانوا مع القايد الصالح كلهم سيتحنون بالمناسبة كلهم أفتح هنا قوس ليقول أن المخابرات اعتقلت عقيد في المخابرات كان يحسب على أنه من المقربين على القايد الصالح واخذوه في السيارة وقبل أن يصل إلى مركز عبلة حيث يحقق معاه اخذوه من بيته لكنه لم يفتش لأنه كان عقيد قبل أن يصل إلى عندما اقترب من مركز عبلة هو يعرف ما معنى مركز عبلة كان هو يمارس فيه أيضا كان يمارس فيه لعبتهم المفضلة هناك أخرج مسدس وأطلق الرصاص على رأسه مات اللحظة هذه مات يعرفون أن هذه حقيقة وعندما أقول هلهم يعرفون في العمقناة هذه طبعا هذه المعلومة لن تسمعوها لا في جريدة ولا في قناة ولا أبدا لأنه باختصار بسيط يرعبهم خروج هذه المعلومات وهذه الأخبار ودور الأحرار من بين ما يقومون به هو إخراج المعلومات والهمة لتهم الشعب ويعرف ماذا يجري في هرب السلطة تطاحن بين الأجنهة الآن طبعا رغم يطحنوا في جماعة القايد صالح باش يخلصوهم يعني كانوا مرعوبين من قضية الانقلاب واسترجاع صواب اللي سلمتوا لهم فرنسا رغما عنه ثم موتوا بشكل فيه كثير من الشكوك على الأرجح اختيال واسترجاع بنويرة تمنى أن لا يلقى مصير صواب لأنه لم يمسون عليه بنويرة بصحته وهو شاب مقارنة مع صواب قريب 30 سنة بيناتهم وسجن بوعزة وسيني وتمجيد بن حديد اللي كان سجنه جناب بن حديد اطلاق صراحه وتمجيده اللي كان سجنه القايد صالح واطلاق صراحة تاج خالد اللي كان سجنه القايد صالح وطرد عويز سفيان عويز اللي كان وضعه بوعزة وسيني على رأس كلوب ديبان الآن رغم تردوه رغم موجود ينتظر ربما يدخل للسجن أيضا أحد المقربين من بوعزة وسيني من أولاد القايد صالح كل هذا يخلينا نشوفوا كيف يتم الطحن الآن بيناتهم يعني موسيقى